الشركات الإسبانية لطاقة في الجزائر متذمرة من سياسات بيدرو سانشيز حسب آخر الأصداء المستقات من داخل هذه الشركات ناتورجي، ريبسول، سيبسا شركات إسبانية حصلت على العديد من المشاريع الطاقوية في الجزائر لم تهضم خرجات سانشيز تجاه الشريك جزائري الموثوق توجس غذته الأزمة في أوكرانيا ومخاوف أوروبية من تعليق روسيا لإمداداتها الطاقوية في ظل غياب روح التضامن الأوروبي في مجال الطاقة وسعي كل دولة لضمان الإمدادات الطاقوية يغيب التضامن الأوروبي وتزيد مخاوف إسبانيا التي هرولت للبحث عن برميل النفط مادريد توسلت فينزويلا بتزويدها شحنات نفطية في محاولة لتعزيز أمنها الطاقوي الذي رهنته تصرفات رئيس حكومة يعض أصابع الندم خاصة مع زيادة الضغط الداخلي الإسباني والمطالب بأرضاء الجزائر من مادريد إلى روما ومن المخاوف إلى الارتياح يؤكده رجالة الاقتصاد في إيطاليا آخرها كلاوديو ديسكالزي رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني وفي تصريحات صحفية قال إن خزانات الغاز في إيطاليا ممتلئة بنسبة 54% وبحلول أكتوبر المقبل ستبلغ مستوى 70% وهو ما ستسهله مضاعفة الإمدادات من الجزائر ديسكالزي عبر عن ارتياحه من هذا الجانب بعد مضاعفة الجزائر لإمدادة الغاز أفدت آخر البيانات بلغ الإمدادات الجزائرية رقم 64.3 متر مكعب يوميا عبر خط ترونسماد توجس إسباني وارتياح إيطالي فمن أولى اهتماما للحفاظ على علاقته مع الجزائر نال ما يريد ومن نفث سموم النفاق والتحول في المواقف ظلك المتهم ينتظر أحكام الجزائر النهائية ترجمة نانسي قنقر